أثرت وبشكل إيجابي على الوضع الأمنية أو بالأحرى على البيئة الإعلامية والمدنية في محافظة البصرة تلك قرارات الإعدام الصادرة بحق عدد من المجرمين المنتمين لعناصر فرقة الموت في البصرة فحسب مشاهدة لهذه المجموعة الإعلامية الشبابية التي رفضت الحديث أمام الكاميرا أخبروني بأنهم أبدوا الارتياح لما قررته عدالة السماء بإعدام المجرمين المتورطين بجراء من استهدفة أصحاب الكلمة الحرة بناء على توجيهات من خلف الحدود ليعودوا ممارسين عملهم بنوع من الطمأنينة ننتظر ونأمل من محاكمنا المستقلة وقضائنا المستقل أن يعمل بجهد وبشكل حاسم للقاء القبض على بقية الفرق فرق الموت الأخرى على اعتبار أن هناك خمسة فرق للموت في البصرة وانتشرة تتكون الواحدة من اثنين إلى خمسة أشخاص حديث الرائد الإعلامي بخصوص القتل يمتد للمطالبة بإلقاء القبض على مجرمين لفرق موت أخرى يقول بأنها حرة طليقة في شوارع البصرة تحتاج لردع قضائي مستقل تجنبا لعودة حالات الاستهداف بحق الإعلاميين والناشطين المدنيين عدد ما زال طليق عدد من القتل والمجرمين ما زال طليقا القانون يجب أن يأخذ مسراه الحقيقي بأخذ الجزاء العادل مثل ما أخذ حمزة كاظم جزاءه العادل والمنصف عبر قضاء قال قولة الفصل بالإعدام له ولكل من يستهدف أصحاب الكلمة الحرة الشريفة التي نطق بها أحمد عبدالصمد وصورها صفاء غالي وكانت محكمة استئناف البصرة قد أصدرت حكم الإعدام بحق ثلاثة مجرمين أحدهم مفوض في الشرطة متورط بقتل الإعلامي أحمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي وإثنان أخران نفذ عملية قتل بحق الناشط المدني أحمد شاسب مع انتظار محاكمة الموقفين وملاحقة من هم خارج أسوار العدال لقناة التغيير أركان تقي البصرة